عايز بس عمل تعديلة بسيطة من شوية كده كان في اجتماع للجهاز الفني المنتخب مصر وعملوا تعديلة بسيطة عن التشكيل اللي اجترح علاكم في اول الحلقة تعديل واحد يعني تعديل واحد في التشكيل فهقولكم التشكيل كله تمام وقولكم التعديلة كانت ايه التشكيل كله تشكيل منتخب مصر اللي هالعب مباراة كود فار بإذن الله هيكون كالتالي محمد الشناوي وعمر كمان عبدالواحد ومحمد عبد المانヤ وإحمد حجازي وإحمد فتوح وفي نص الملعب حمدي فتحي ومحمد النني وعمر السلية في خط الهجوم السلاسي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش كنت قلت لكم زيزو ممكن يخش مكان مصطفى محمد بس خلاص هم استكروا على مصطفى محمد في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصد دون تغيير في السلاسي الهجومي لمنتخب التغييرات فقط في حمدي فتحي بس هيخش في وسط الملعب بدلا من عبدالله السعيد وإحمد فتوح هيرجع تاني بدلا من أيمن أشرف وبقى التشكيل زي ما هو زي ما قدته لحضراتكم عشان ما تطلق بطوش هلولكم تاني يعني محمد الشناوي وعمر كمال عبدالواحد ومحمد عبد المنعيم أحمد حجازي وأحمد فتوح حمدي فتحي أمر السلية محمد النني محمد صلاح مصطفى محمد وعمر مرموش